اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في اطار هذه الدولة التي عقدناها اليوم تحت شعار الشرطة المواطنة فاننا اكدنا على مختلف مرتكزات التي تقوم عليها الاداء للمرفق الامني المتجلي في القرب من المواطن في ربط علاقات الشراكة في الاتصال المتواصل مع مختلف مكونات المجتمع المحلي وايضا في تدبير الخلافات لنسج علاقات التقى بين المديرية العامة المواطنية من خلال مصالح المركزة والمتجلية في مختلف المصالح المتواجدة بالاحياء والدوريات المتواجدة بالشارع العام وايضا لتقريب الخدمات الامنية بالسرعة وبالجودة المطلوبة ضمانا وتلبية للطلب الامني المتزايد للمواطن في اداء خدمة امنية بمستوى جيد وايضا لتحقيقا للفعالية التي ترتائها طبال حال المديرية العامة للامن الوطني في اطار التقييم والتتبع للأداء الامني وايضا في اطار استمرارية المرفق الامني في اداء الخدمات بجودة عالية تحقيقا للتوجهات الملكية السامية في الرفع من المرضودية والمتسوى للمرفق الامني وايضا تحقيقا لتخليق المرفق الامني بما يسمو اليه طبال حال وبما ينتظره المواطن في تطلباته وفي انتظاراته اليومية وهذا طبال حال في اطار الانسجام مع المبادئ التي تحكم المرفق العامة وهي المساواة للمواطن في الاستفادة من الخدمات المرفق الامني ايضا استمرارية الخدمات الامنية بصفة متواصلة باعتبار ان الامر يتعلق بحق من حقوق الانسان وهو الحق في الامن الذي اكد عليه دستور المملكة ورصخته مختلف القوانين وفي اطار روح المسئولية والشفافية والنزاهة التي كانت هي السبيل لتحقيق الهدف وهو الشرطة المواطنة شرطة قريبة وعنوانها خدمة المواطن نكلمسوا هذه السنوات الاخيرة ان الامن الوطني داخل المؤسسات التعليمية اصبح يقوم بادوار تحسيسية هامة ومركزة جدا في مجموعة من المؤسسات التعليمية لفائدة الشباب والشابات وهذا التحسيس يشمل الجريمة الالكترونية المخدرات التحرش الجنسي العنف المدرسي جميع الاشياء التي تضر بشبابنا وبناتنا داخل المدرسة المغربية اذن الامن الوطني بصفة رئيس الفدرالية الوطنية لجمعية أبا ولية التلام في المغرب بالنيابة كذلك اود اوض ان اشكر الادارة العامة للامن الوطني على المجهود الجبار اللي تقوم به داخل المؤسسات التعليمية للتحسيس وفي جنبات المؤسسات التعليمية من خلال الخلايا الاخرى التي تقوم بحماية ابنائنا وبناتنا في محيط المؤسسات التعليمية اشتركوا في القناة